في السودان مشاهد قد لا نجد مثيلا لها في كثير من الأماكن وهي التي تحكي عن التآخ بين مكوينين روحيين فهذا الشكل يمثل نمطا من القدرة على التعايش بين المسلمين والمسيحيين في السودان نحن بدأنا بحوار بشان في تعايش واسموا التغليم للأخوة هل في تعايش ديني في السودان؟ كل الكنيس كل طواب أجمل أنه في تعايش ديني في السودان المشاكلة حصلت في تاريخ السودان ما مرتبطة بالديانة السودان عند خبرة نموذجية في التعايش الديني من أجمل ما في هذا الوطن السودان هو التعايش الديني بين الطوائف الدينية مختلفة أنا السودان في اعتقادي بعيش حالة من المسال أقرب للمسال في التعايش الديني الله تميز السودان بحكم موقعه الجغرافية الإفريقية العربي بأنه بلد متعدد الأعراق واللغات والديانات والنشاطات الاقتصادية وبالتالي فإن ثقافته مركبة ذات سمات وملامح إفريقية وأخرى عربية إسلامية ومسيحية ما نحكي عنه من قيم التعايش الديني هذا لم يكن هو واقع اليوم ولكن كانت له جذور قديمة ضاربة لآلاف السنين تحدثنا عنه مشاهد عديد من التاريخ القديم بنجد أن المسيحية عندما دخلت السودان دخلت عن طريق سلمي ووجدت الشعب الكوشي روحانيا متاح بأنه يتقبل أي دين سماوي وتكونت ثلاثة ممالك في السودان ممالك مسيحية ثم جاء الإسلام وبرضو نفس الحكاية دخل عن طريق السلم أكتر هل هو ده نوع من التعايش الديني مناخ الاعتدال وعدم التمييز في حرية العقيدة التي تسود وسط المجتمع السوداني أتاح مزيدا من التعايش بين المسلمين والمسيحيين فنجدهم يعيشون في مختلف الأحياء الشكنية ولا يكونون كيانا منعزلا منغلقا على نفسه ويمارسون عبادتهم في حوالي 844 كنيسة تتوزع جغرافيا في كل مدن السودان وأريافي موسيقى اشتركوا في القناة يؤدي المسيحيون شعائرهم بحرية واسعة وفق نصوص القانون والعرف السوداني والذي أفرد مساحات كبيرة لحرية العبادة لكل الديانات وذلك بموجب المادة 64 والتي تعترف الدولة فيها بتحكيم غير المسلمين في شؤون الزواج والأسرة الدستور في وسيقة الحقوق من المادة 27 لغاية المادة 30 31 34 كلها بتتكلم عن الحريات حرية التدين حرية الاعتقاد أنا مسلم واستشار لعدد من الكنائس ورأيت بأم عيني كيف الآن الأمور ماشا بكل عقوقها الدستورية ومتفقة مع المواسيقة الدولية أنجل الزاكي أحد القساوس الذين يسكنون أمدرمان في كل أسبوع يذهب إلى الكنيسة التي تتوسط أحد أحياء أمدرمان الكبيرة ليؤدي مع طائفته صلواتهم وشعائرهم في هذا اليوم المبارس نشكر فيه كل الحضور افتكرنا أن الرجل المسلم هو عدو للمسيح والمسيح عدو لكن بالتعايش الديني عملنا زيارات متبادلة نزور القسوس في البيوت نزور الأهمة في بيوتهم في الاحتفالات يعني يمكن أنا اتعرفت الآيات من داخل زاوية شيخ رمضان يعني الآية اللي بيقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسة وجعلناكم شعوب القبائل لتعرفوا إنا أكرمكم عند الله كان أتقاكم يعني كلام ده أنا لما قواعد بس ما قرأت منه لكن أنا الشيخ بيردده عشان يربط العلاقة بين الإخوة تعرفوا وشارك بكلام جميل أنا ذاته قدرت نحفظ من داخل زاوية وأنا قسيس ولابس رسمي إمعانا في التسامح والتعايش فإننا نجد أن الكنائس لمختلف الطوائف تتخذ أماكن بارزة بالمدن الرئيسية في كل أنحاء السودة وفي قصة كنيسة مطرأنية الفرطوم التي بناها مهندس مسلم يدعى حمزة فيما بنى جبران القبطي جامع فاروق بالحكم المتابع يعني وجدت الكنائس المهندسين فيها مسلمين ومساجد المهندسين فيها بيوت الخبرة فيها مسيحية والصورة المكملة لذلك هي تلك الكنائس التي تقع مجاورة ومساجد لا يفصل عنها سوى أمتار قليلة وهي تمتاز بمعمار هندسي بديع يعد الانفتاح الإعلامي في السودان وعبر وسائله المختلفة فرصة مناسبة للتعبير وطرح الآراء والأفكار والمعتقدات من خلالها وهذا حق مكفول للجميع كنت فيها الاستقرار والسلام والمحبة والوحدة وبرنامج حديث الأحد عبر الإذاعة السودانية نموذج يقدم من خلاله الإخوة المسيحيون برنامجهم الخاص بهم التمازج والتداخل والتعايش بين أبناء الوطن الواحد لا يقف الدين عائقا في الطريق إطلاقا فنجد احتفالات المسلمين للأعياذ الدينية هي أيضا مناسبة لمشاركة إخوانهم المسيحيين والعكس صحيح وعندما تأتي مواسم المناسبات الدينية المختلفة للمسلمين والمسيحيين كرمضان والأعياد تكون محطات للتأمل في حال التعامل الاجتماعي بينهم وسط أجواء مليئة بالمحبة والسلام وتبادل للزيارات وتقبل التهاني والمباركات وهذا ما يدل على عمق جذور التعايش العميق بينهم بجانب هذا التعايش الاجتماعي البارز والواضح نجد أن هذه الكنائس وبمختلف طوائفها قد قامت بإنشاء عدد من المراكز الخدمية الخاصة بها من الأندية والمراكز العلاجية والمكتبات بجانب النشاط الرياضي وكذلك التعليم ويحدثنا التاريخ القديم عن حالة فريدة تؤكد على قيمة حالة من التسامح الديني فقد أنشأ القبط بوليس أول خلوة لتعليم القرآن وعلومه بمنطقة بيت المال بأمدرمان منذ عام أربعة وثمانين ثمانمائة وألف ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف والآن في التعليم الحديث تقدم العديد من المدارس التي تديرها الكنيسة خدمة التعليم وذلك مثل كامبوني حيث فتحت لهم أبوابها لتعليم كل أبناء المجتمع دون النظر للدين ولذا نجد أن أكثر من سبعين بالمئة من طلاب هذه المدارس هم من أبناء المسلمين هنا في المدارس الكنبوني التلاب من جميع أنهاء المدن التعاون بيننا مع المسيحين والمسلمين يعني تعاون جيد جدا المدارس الكنبوني ما تهم جنسك أو دينك أو أي حاجة كلنا إذا عايش أبعادك يخوة مع اختلاف الأذيان أو اختلاف الجنسيات ما تهم فلحنا كلنا يخوة تعاقبت الحكومات الوطنية منذ الاستقلال وحتى اليوم وكلها بلا استثناء اهتمت وراعت حقوق وأوضاع غير المسلمين بالأخص المسيحيين في هذه الدولة في السودان في التعددية في ثقافات مختلفة وديان مختلفة المشاكل حصلت في التاريخ السودان ما مرتبطة بالديانة السودان عند خبرة نموذجية في التعويس الديني على مستوى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية توفرت مساحات كبيرة للتقارب والتعارف ومد جسور التواصل عبر الكثير من المؤتمرات والحوارات والتي أثمرت في نهايتها عن مزيد من المؤسسات والهيئات المشتركة والتي كان أهمها لجنة السلام الإسلامي المسيحي والتي تأسست عام ثمانية وتسعمائة وألف على يد الشيخ عوض الله صالح ومطران الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم جبريال زبير وكان من أدواتها مجلس الرحمة السوداني في نوفمبر واحد وتسعين وتسعمائة وألف ملتقى السلام العالمي بالخرطوم الذي ضم رجالا في قامة دكتور حسن الترابي والأب في لثاوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين في أبريل ثلاثة وتسعين تسعمائة وألف جاء مؤتمر حوار الأديان وشهد لقاء رئيس الجمهورية مع الأنبى سرابامون ثم ذيارة الباب للسودان ولقائه برئيس الجمهورية وطائفة من علماء المسلمين أربعة وتسعين تسعمائة وألف قيام جمعية حوار الأديان السودانية في إطار مجلس الصداقة الشعبية العالمية بالخرطوم والذي شارك فيه المجلس البابوي لحوار الأديان بالفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس الإفريقي وغيرها في العام 2002 تم تكوين مجلس التعايش الديني وهو آلية ومنظمة طوعية وقد تم تكوينها بناء على مقترح من معهد دراسات السلام الأمريكي كتطور للجنة حوار الأديان في مجلس الصداقة الشعبية المسيرة بتاعتنا ما زي باقي العالم يعني ما بدأنا بصراع والمجلس ما نشأ من فرق نشأ كان في جمعية حوار في الصداقة الشعبية العالمية الحوار الديني 12 مسلم و12 مسيح من القيادات بدوا بنفس ساخن جداً وينتهوا إلى توافق وعند لحسن الحظ كان في جمعية أمريكية زائرة لما شافت التوافق قالت طبعاً وكدت أسوى أن تسوى المساوى دواي نوتا كامسي مساوى مجلساً انتخذوا العالم دينا شعب ذاته وفق كل ذلك نجد أن الواقع السوداني بعيد من التعصب والاستقطاب الديني بل ظلت الحكومات السودانية تعمل على تقديم الكثير من الخدمات والامتيازات في كافة المجالات وذلك بالرغم من الحديث عن وجود ما يسميه الإعلام في الخارج بالمضايقات ولكن للحقيقة قول آخر كذلك فإن موقع السودان الجغرافي جعله قبلة للتداخل مع جيرانه بمختلف انتماءاتهم الدينية وهم كذلك وجدوا كامل حرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية لكن شهادات الآخرين الذين جاءوا من خارج السودان في فترات مختلفة وهم يمثلون قمة عرش الكنيسة العالمية عن حال التعايش الديني في السودان هي أبلغ الرسائل التي حكت عن هذا التعايش وكان آخرهم زيارات كبير أساقفة كانترباري وأوسκοφαλκανίθα λιουνανία Θιουδό θέλω κατόπιν που μίλησα με τον Αρχιεπίσκοπο μας στο Σάβα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη χώρα του Σουδάν για την ελευθερία που μας δίδει μπορούμε να λειτουργούμε στην εκκλησία μας μπορούμε να έχουμε τα σχολεία μας και το Σουδάν τώρα το χρειάζεται αυτή την καλή διαφήμιση ας το πούμε την καλή προπαγάνδα προς τα έξω για την ελευθερία και το σεβασμό των θρησκειών هذا هو حال المجتمع السوداني الذي يتقبل الآخر ويتعايش فيما بينه حتى وإن كان ذلك في حياتهم الخاصة العاطفية وهذا ما يدلل على التواصل الضارب بجذوره في عمق المجتمع من كل ذلك يبقى التعايش الديني في السودان هو ثمرة ناضية وأن الدين يشكل قوة تجمع بين أبنائه في صور تؤكد على الطهر والنقاء من شوائب المشكلات التي تعيشها المجتمعات الأخرى خارج السودان وفي ذلك رسالة للعالم أجمع أن السودان وطن يسع الجميع ترجمة نانسي قنقر